بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأشبال كل سنة وحضراتكوا طيبين كل سنة والشعب المصري في خير وفي سعادة كل سنة ومصرنا في خير وفي تقدم وإحنا داخلين بعد يومين بالضبط على عشرين اتنين وعشرين نتمنى من الله تكون سنة سعيدة على المصريين عشرين واحد وعشرين كانت سنة سعيدة على الأهلوية بفضل الله حقاً فيها إنجازات مهمة جداً إنجازات عزيزة وغالية على قلوب الأهلوية ابتدت طبعاً بدوري أبطال أفريقيا البطولة الغالية البطولة المهمة البطولة العشرة اللي كانت كبيرة وعظيمة بالنسبة لكل الأهلوية أيضاً كان فيها تتويج أيضاً أفريقي مهم اتنين سوبر أفريقي أخرهم كان أمام الرجاء فنتمنى من الله زي ما شفنا عشرين واحد وعشرين سنة سعيدة بألقاب غالية جداً على الأهلوية إن شاء الله تكون عشرين اتنين وعشرين سنة أيضاً سعيدة آه كان فيه في عشرين واحد وعشرين إخفاق بطولة الدوري طبعاً بطولة الدوري بطولة مهمة جداً بطولة محببة لكل جمهور النادي الأهلي نتمنى برضو تكون عشرين اتنين وعشرين هدف كبير فيها إن شاء الله للعبة النادي الأهلي نحن نقدر نحق بطولة الدوري البطولة الغالية بالنسبة لجمهور النادي الأهلي أيضاً وإحنا بنتكلم عن عشرين وعشرين إحنا على أعتاب بطولة مهمة جداً النهاردة كانت قرعة دوري أبطال أفريقيا دوري 16 وإحنا بنتكلم على عشرين وعشرين عندنا أيضاً بطولة دوري أبطال أفريقيا الجيل الحالي اللي موجود دلوقتي في النادي الأهلي حقق بطولة أفريقيا مرتين زي الجيل اللي كان معمانوا الجزيه في 2005 و2006 وأيضاً في 2012 و2013 أيضاً شفنا أنيين بناجيري شفنا فرق أخرى التراجع فرق كتير في أفريقيا حققوا بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين لكن الجيل الحالي اللي موجود دلوقتي في النادي الأهلي عنده فرصة كبيرة جداً وفرصة مهمة وفرصة عظيمة إزاي يدخل تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا ويبقى الجيل الأعظم في تاريخ النادي الأهلي زي ما احنا شافين النهاردة دي القرعة النادي الأهلي وقع في مجموعة صعبة وإحنا بنقول هنا صعبة علشان فيها فرق محترمة سانداونز الجنوب الأفريقي الهلال وأيضاً المريخ السوداني وإحنا عارفين الكرة السودانية ودائماً وأبداً مباراة الأهلي مع الفرق السودانية مباراة صعبة وأيضاً مع فرق جنوب أفريقي ترجمة نانسي قنقر